زين عجيلك يمكن موسم السنة دي كان موسم طويل عليكم جداً وكل كان ليه دور بأمان يا زين وكل اللاعبات بصرف النظر لأن طبعا البلاي اوف ده بيخلي اللاعبات كله مفيش حد سابت في ملعبه كتر حد كان بيعمل روتاشن بشكل أو بأخر شايف الموسم ده ازاي شايف الموسم ومجبوده كان ازاي السنة دي يا زين طبعا الموسم كان طويل جداً كمنا لعب مطشات كثير كمان بلاي اوف كنا بنرعب يعني مطشات الزمالك دي كانت مطشات جامدة انها لعبة ثلاثة ايام واربعة ده كان طبعا الحملة كبير جداً فكما بنحاول ان احنا يعني الحملة بنقسمه علينا كلنا اي حد ينزل في اي وقت يعمل عليها حتى لو نازل نقطتين اي حال يعمل عليها عشان يبقى ليه دور ويساعد الفرقاني في انها تكسب فطبعا ده ساعدنا جداً احنا الـ 18 واحدة اللي في الفرقة كلنا نفس المستوى كلنا بناء في المنتخب فكان اي حد بينزل حتى بينزل وقت قصير قوي لأ كان بيقذي وليه دور كبير قوي طب زينا اصعب مباراة مرنا بيها السنة دي فين هل انت يعني مجتمع معنا انها المباراة الاولى للزمالك في الدوري ولا اني مبركة اصعب مباراة لنا انا شايفة تاني مطش في الدوري تاني مطش في البلاي اوف اللي هو اخسرنا تكمل اخسر شكرا اخسرنا اول مطش فتاني مطش ده كان اخر فرصة لنا لو كسبنا يبقى عندنا اوبشن تالت ان احنا نلعب مطش الفايصل لو خسرنا خلاص خسرنا الدوري فطبعا ده كان يعني ضغط عصبي كبير قوي علينا انه لا احنا لازم ننزل ونكسب النهاردة فانا شايف انه ده كان اصعب مطش بصراحة زينا فاكرة يعني اكتر مطش كنت موفقة فيه السنة دي امتا يعني الموسم كله فاكرة اه ممكن بتولت السوبر كنت موفقة فيها كان مطش السيمي فاينال والفاينال كان مع سبورتنج والفاينال كان مع السيد فده كان اه كان ده المطشط اللي لعبتها كلها فكنت احسن ان هي احسن المطشطة اللي لعبتها ان دي تاني سنة ليك يا زينا صح انت اقول سنة الفاتي دي كنت جاء من السيد ودي السنة التانية الفاضل فعادك ادي ايه لا لسه لسه دي نطولة معنا حب ماضي اربع سنين ولا تلاتة اه اربع ماضي اربع يعني فيه لسه فيه سنتين يعني اه ان شاء الله طيب عايزة ايه السنة الجاية بتفكر في ايه على المستوى الشخصي ومستوى الفريق اه على المستوى الشخصي نفسي ان انا احقق حاجة كبيرة قوي مع النادي بيبقى لايه دور كبير قوي ان احنا نكسب الاربع بطولات ويحصل ان شاء الله اه ان شاء الله ان احنا كعالمستوى الفريق كلها ان احنا نكسب كل البطولات وناخد الاربع بطولات يعني ان شاء الله طيب اه يعني حتى الان بعد سنتين سعيدة بالتجربة مع النادي القالي سعيدة ان انت توجدت في النادي القالي شايفها تجربة كويسة خاصة السنة دي كمان اللي احنا بنقول يعني مش راضيين وكنا عايزين ما شاء الله واخدين بطولتين سعيدة بالتجربة السنة كي؟ أوه طبعا يعني أنا سعيدة جدا أن أنا موجودة في نايد الأهلي وطول ما أنا أبقى يعني طول ما أنا موجودة دي حاجة مفصوطة جدا أن أنا فيها وليلي أنت مين أقرب واحد لكي في الفريق؟ يعني أقرب لعبة بتقعد معاكي يورو ميت زي ما بنقول مين؟ نهلة نهلة أعرض أن أسألت أنت الوحيدة لأسألتك السؤال ده صح؟ أي لأن أنا حسيت أن أنت بتكلمي زي نهلة أوه نهلة أقرب حد الفرقة أوه نهلة أقرب حد الفرقة